مشاريع رائدة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني أصبحت شاخصا لأنظار الجميع ومحطر حال لمن يسعى لرؤية منتج عراقي بأياد أبنائه لتتوالى زيارات رسمية وغير الرسمية لها وكان آخرها زيارة معالي وزير الزراعة العراقي الذي رافقه الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة واطلع عن كثب على آخر ما توصلت إليه مشاريع العتبة المطهرة من تقدم ملحوظ في إنتاجاتها التي تقود البلاد إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة حقيقة هذا إنجاز العراق من خلال هذه التقنيات الحديثة ومعدلات الغلل للدونم الواحد بإنتاج محصول البطاطا ومتأملين إن شاء الله ضمن هذه التقنيات تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول البطاطا في العراق هذه التجربة تعتبر تجربة رائدة ومتقدمة جدا في العراق واطلعت على كافة تفاصيل العملية الزراعية وخاصة تحضل منظومات الرئي الحديث وبواسطة الآبر هذه التجربة فريدة بالعراق تجربة متقدمة وصلت إلى مراحل الإنجاز ومراحل القلع اللي هي الآن يعني لنشاهد عملية قلع البطاطا وتحويلها إلى المعمل لأن هذه البطاطا البطاطا خاصة بمعامل الجبس يعني أيضا تعتبر عملية مدخلات الإنتاج الزراعي ومخرجات الإنتاج الصناعي فعملية تداخلية تضامنية حقيقة هذه الجولة استحبنا بها معالي وزير الزراعة للاطلاع على مزارع العتبة العباسية ومنتجات العتبة العباسية بخصوص الدعم السوق المحلية بالمنتجات الزراعية أشاد كثيرا بما شاهده معاليه من تطور واستخدام المكنة الحديثة واستخدام وسائل الزراعة الحديثة والأسمدة وغيرها أشاد كثيرا بهكذا مشاريع تدعم البناء التحتية وتدعم المنتج المحلي وتشغل أيدي عراقية وحقيقة كان مسرور بما شاهده من مشاريع العتبة العتبة العباسية المقدسة خطت خطوات كبيرة وواسعة في مجال إقامة عدد من المشاريع وفي مختلف المجالات وقد حققت نجاحا واضحا وأصبح واقعا ملموسا بما يضاهي قريناته العالمية قبل المحلية ولغرض إيصال رسالتها إلى كل المستويات تقوم العتبة المطهرة بين الحين والآخر باستقبال أفود وضيوف من مختلف فئاتهم لأجل الطلاع على هذه المشاريع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر